السلام عليكم هذا التسجيل هو عمل تطوعي مقدم من مبادرة بصير للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اللغة العربية الصف العاشر الجزء الأول الوحدة الثانية التسامح الاستماع استمع إلى النص الذي يقرأه عليك معلمك من كتاب نصوص الاستماع ثم أجب عن الأسئلة التالية أولا ما الأمر الذي تستقيم به حياة الإنسان ثانيا ما الأمران الآخران المرتبطان به ارتباطا وثيقا ثالثا يفهم بعض الناس التسامح فهما خاطئا بيّن ذلك رابعا لما يجب على الإنسان أن يكون متسامحا خامسا متى يشعر الإنسان بالقوة سادسا على ما يدل التسامح سابعا هاتي موقفا حدث معك كنت فيه متسامحا ثامنا أذكر فوائد أخرى للتسامح التحدث أولا تحدث إلى زملائك عن أهمية خلق التسامح في بث المحبة في المجتمع ثانيا حاور زملائك في أهمية تقبل الرأي الآخر وعدم التعصب للرأي في ضوء القول المشهور رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غير خطأ يحتمل الصواب القراءة في التسامح الفكري لعل التسامح ارتبط بالدين فقيل التسامح الديني وربما كان مصطلح الاحتمال أكثر دلالة على ما أريده هنا فإنني أقصد به قدرة المرء على احتمال الرأي الذي لا يؤمن به وقدرته على احترام القائلين به والداعين إليه تجلس في مجلس أحد الذين يدعون العلم والفضل والأدب ممن وهبهم الله صوتا عاليا هادرا ومنح حبا طاغيا للوجاهة فتجده يحفظ أسماء بعض الفلاسفة المشهورين ويستظهر بضعة أشعار لعدد من المتقدمين أو المتأخرين فيظن أنه أصبح في الفلسفة مرجع وللأدب أستاذا ولا بد لصاحبنا هذا من أن يكون قد نظم في أيامه الخوالي ما يحلو له أن يسميه شعرا يظن فيه أن لو قد امتدت به الزمن لأشغل الناس عن المتنبي وجعل أبا تمام والبحترية وامرئ القيسي سيا منسية صاحبك هذا لا يجد حرجا في أن يعزو إلى فلان ما قاله علان لا من سوء الذاكرة ولكن من الجراءة على الحقيقة والاستخفاف بالعلم وقد يحدثك عن أحداث لم تقع إلا في مخيلته في ثقة لا تدانيها ثقة العارف الخبير صاحبك هذا ربما يشكو إليك سوء أحوال المثقفين وهوان الثقافة على الناس وقد يسمعك قصصا عن مؤامرات حيكت لوأد موهبته ومؤامرات تلتها لمحاصرة إبداعه غير أن محنتك الكبرى مع صاحبك هذا أنه يفرض عليك أن تلتزم دور المستمع اليقظ والتلميذ المؤدب فإن حدثت كنفسك أن تتكلم بين يديه حال بينك وبين الحديث وإن أفلحت في التكلم لم يطق أن يسمعك وإذا نجحت في إيصال رأيك بادر إلى تسفيه فإن استعنت عليه بالتراث ناد بك رجعيا متخلفا متحجرا وإن فزعت إلى مفكري الغرب أعلنك تابعا للفرنجي منسرخا مستلبا من أصحاب البدع وإذا قدمت له الحجة والشاهد والدليل احتج عليك بعلو صوته واستدل عليك بتناوب يديه في الصعود والهبوط فإن رأيت أن من الحكمة أن تحتفظ بأدبك ووقارك فآثرت الصمت أصلح من هيئته واعتدل في جلسته ووزع الابتسامات يمنة ويسرة ثقة منه بأنه قد أفحمك وألقمك حجرا لا تعود معه إلى مثلها الحاجة لا ريب ماسة إلى أن نربي جيلا يعرف أن معظم القضايا الفكرية فيها من الآراء والنظريات والخلافات ما يفنى العمر دون استقصائه أن نربي جيلا قادرا على أن يستوعب وجهة نظر غيره ويحترمها مهما كانت مخالفة لرأيه ومعتقده ما دام هذا الرأي لا يسعى إلى فرضها بالقوة دكتور عبد الكريم لحياري بتصرف التعريف بالكاتب كاتب هذه المقالة الدكتور عبد الكريم لحياري ولد عام 1947 ميلادية وعمل أستاذا للبلاغة في الجامعة الأردنية جو النص النص الذي بين يديك مقالة عن شكل من أشكال التسامح وهو التسامح الفكري ويدعو الكاتب في هذه المقالة إلى اتخاذ موقف عملي قوامه النقاش واحترام الرأي الآخر وتقبل التنوع الثقافي وأشكال التعبير ويركز على ضرورة تربية الجيل على عدم التعصب للرأي وتقبل الرأي الآخر ما دام الآخر لا يفرض رأيه بالقوة المعجم والدلالة أولا أضف إلى معجمك اللغوي هادرا مرددا صوته في خنجرته طاغيا متجاوزا الحد المقبول يستظهر يحفظ نادى بك أعلنك مستلبا متنكرا لهويته وتراثه ثانيا استخرج من المعجم معاني المفردات الآتية وَأْدٌ يَعْزُوا الْبِدَعُ مِحْنَةُ ثالثا فرق في المعنى بين كل كلمتين تحتهما خط فيما يأتي ألف تجلس في مجلس الذين يدعون العلم والفضل والأدب الخط تحت والفضل من كان لديه فضل مال فلينفقه في فعل الخير الخط تحت فضل با نظم في أيامه الخوالي ما يحلو له أن يسميه شعرا نظم نظمت المرأة حبات العقد نظمتي رابعا فرق في المعنى بين التركبين الذين تحتهما خط فيما يأتي ألف وإن فزعت إلى مفكري الغربي أعلنك تابعا لفرنج فزعت إلى با فزعت من نومي على بكاء صغيرتي الخط تحت فزعت من خامسا ما المقصود بالعبارات الآتية ألف منح حبا طاغيا للوجاهة با حال بينك وبين الحديث جيم الحاجة لا ريب ماس الفهم والتحليل أولا يرى الكاتب أن مصطلح الاحتمال أكثر دلالة على التسامح وضح ذلك ثانيا ما الذي يجعل أدعياء العلم يتوهمون أنهم المرجع في المعرفة ثالثا ما الذي يدفع أدعياء العلم إلى أن يعز القولة إلى غير أصحابها رابعا رابعا عد إلى الفقرة الرابعة ثم أجب عما يأتي ألف ما الذي قد يشكو منه مدعي العلم با صف طريقته في حواره مع الآخر جيم بما يفسر مدعي العلم لجوء محاوره إلى التراث دال بما يتهم محاوره إذا استعان بالفكر الغربي ها صف هيئة المدعي في الحالتين الآتيتين إذا قدمت له الحجة إذا صمتت المحاور وآثر أن يحتفظ بأدبه ووقاره خامسا على ما يجب أن نربي الأجيال بحسب رأي الكاتب سادسا استخرج من النص عبارات تدل على ما يأتي ألف قدم لك جوابا أسكتك با إعراض الناس عن الثقافة سابعا اعقد موازنة بين السلوك القويم والسلوك غير القويم في الحوار وتقبل الرأي الآخر كما جاء في المقالة ثامنا كيف تتعامل مع إنسان يدعي الثقافة والأدب والعلم إذا صادفك في مجلس تاسعا ماذا عليك أن تفعل إذا أسأت فهم أحدهم في رأيك عاشرا ما الدروس والعبر التي نتعلمها من النص التذوق الأدبي السؤال الأول وضح الصور الفنية في الجمل الآتية ألف حيكت لوأد موهبته با ومؤامرات تلتها لمحاصرة إبداعه جيم وإذا استعنت عليه بالتراثي نعدى بك متحجرا السؤال الثاني ما دلالة تقديم الاسم عن الفعل في العبارة؟ صاحبك هذا ربما يشكو إليك سوء أحوال المثقفين ثالثا استخرج الطباق الوارد في الجمل الآتية ألف استدل عليك بتناوب يديه بين الصعود والهبوط با وزع الابتسامات يمنة ويسرى جيم يستظهر بضعة أشعار لعدد من المتقدمين والمتأخرين السؤال الرابع بنى الكاتب مقالته على رسم شخصية مدعي العلم بالحركة والصوت ليطفي تشويقا على مقالته مثل لذلك من النص قضايا لغوية أولا اقرأ الفقر الآتية ثم أجب عما بعدها صاحبك هذا ربما يشكو إليك سوء أحوال المثقفين وهوان الثقافة على الناس وقد يسمعك قصصا عن مؤامرات حيكت لوأد موهبته ومؤامرات تلتها لمحاصرة إبداعه غير أن محنتك الكبرى مع صاحبك هذا أنه يفرض عليك أن تلتزم دور المستمعي اليقظ والتلميذ المؤدب استخرج من الفقرة السابقة جمع مذكر سالم جمع مؤنث سالم جمع تكسير فعلا مبنيا للمجهول ثانيا ورد في النص عبارة جعل أبا تمام والبحترية وامرأة القيس نسيا منسية استخدم أبا تمام في جملتين تكون في إحداها مرفوعة وفي الأخرى مجرورة ثالثا أعرب ما تحته خط فيما يأتي ألف وهبهم الله صوتا عاليا الخط تحت الله صوتا با صاحبك هذا ربما يشكو إليك سوء أحوال المثقفين الخط تحت صاحبك جيم الحاجة لا ريب ماسة إلى أن نربي جيلا قادرا على أن يستوعب وجهة نظر غيره الخط تحت ماسة الكتابة الرسالة الشخصية تعد كتابة الرسالة من المهارات الأساسية التي نستخدمها كثيرا في عدة أعمال في حياتنا اليومية من ضمنها الأعمال التجارية أو التعليمية وتسمى رسائل رسمية أو العلاقات الذاتية وتسمى رسائل شخصية وإليك بعض النصائح المهمة في كيفية كتابة رسالة شخصية واحد عند إرسال رسالة ذات طابع اجتماعي لصديق أو زميل أو ما شابه ذلك فإن الرسالة تكون شخصية ولا داعية للتزام بنمط معين في الرسالة ثانيا عليك كتابة التاريخ على الرسالة ولكن إذا كنت تريد إرسال الرسالة بالبريد الإلكتروني فلا داعي لكتابة تاريخ الرسالة إذ سيقيد التاريخ تلقائيا ثالثا التحية وهي من المسائل المهمة في الرسالة لذلك عليك اختيار عبارات ملائمة تبدأ بالسلام عليكم أو مرحبا أو عزيزي أو أي عبارة يستحسنها المتلقي رابعا الموضوع يجب أن تكون الرسالة نابعة من الهدف الذي تريد إيصاله من خلالها فلا داعي في الرسالة الاجتماعية إلى وضع معلومات وعبارات بعيدة عن الموضوع الأساسي أو الهدف من الرسالة وحاول دائما أن تركز على الفكرة التي كتبت الرسالة من أجلها من غير الدخول في موضوعات جانبية خامسا مراجعة الرسالة وتدقيقها وتجنب أي أخطاء إملائية سادسا الخاتمة وتكون قصيرة ومختصرة تشعر مستلم الرسالة بمدى ترابط العلاقة بينكما نموذج لرسالة شخصية بسم الله الرحمن الرحيم أخي العزيز يزن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد يسرني أن أبعث إليك هذه الرسالة ملؤها المحبة والشوق إليك للإطمئنان على أحوالك كما أود أن أطمئنك يا أخي العزيز على أمورنا هنا في الأردن فنحن بخير والحمد لله كما أن الأسرة والأهل جميعا بصحة جيدة وفي أحسن حال ولا ينقصنا سوى الإطمئنان عليك والفرح بتفوقك ونيل مبتغاك والعودة بشهادة الدكتوراه التي تغربت من أجلها أخي العزيز لعلك أقدر مني على فهم الطبيعة المرحلة التي تمر بها وأنها تعد بمنزلة مفترق طرق بالنسبة إليك أحرس على بدل المزيد والمزيد من الجهد في طلب العلم حتى تظفر بما سافرت من أجله وتحقق طموحك وآمالك وتدخل الفرحة والسعادة على قلوبنا وتستطيع أن تخدم وطننا الغالية بعلمك ليسير قدما على طريق التقدم والازدهار وختاما أدعو الله أن يوفقك وينير دربك ويعينك على تحقيق هدفك راجيا أن نراك قريبا في أتم صحة وأسعدي حال مع صادق المودة أخوك المحب حسام عمان 5-3-2016 ميلادية أكتب في واحد من الموضوعين الآتيين مراعيا ما تعلمته سابقا عن فرن الرسالة أولا رسالة إلى صديقك تبين له فيها أن اختلافك معه في الرأي لا يفسد للود قضية ثانيا رسالة إلى أصدقائك على أحد المواقع التواصل الاجتماعي تبين لهم فيها ما ينبغي أن يتصف به العالم مستفيدا مما قرأته في نص التسامح الفكري مختارات من لغتنا الجميلة في الصداقة خلي لي لا تستنكرا لوعة الهوى ولا سلوة المحزون شطط حبائبه إذا كان ظواقا أخوك من الهوى موجهة في كل أوب ركائبه فخلي له وجه الفراق ولا تكن مطية رحال كثير مذاهبه أخوك الذي إن ربته قال إنما أربت وإن عاتبته لا نجانبه إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه إذا أنت لم تشرب مرارا على القذا ضمئت وأي الناس تصفو مشاربه بشار بن برد شطط ابتعدت أو بناحية ربته بدر منك ما يكره مقارف مقارب القذا جمع قذا وهي ما يقع في الماء من حصى وتراب النشاط عد إلى كتاب جواهر الأدبي للسيد أحمد الهاشمي الجزء الأول وقرأ منه على زملائك المناظرة التي جرت بين صاحب أبي تمام وصاحب البحتري للآمادي ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر